استقبال الريس للزعمة والقضى العرب في العالمين بيضع هنا تقدر تقول ايه مش هقولك حجر الاساسة العالمين بتتبني وشغالة وزي الفل وفي ناس راحت وقعدت وحاجة عظمة على عظمة يعني مش بس اللي انت شايفه قدامك لا الجامعات اللي هناك شغالة الطلبة بيروحوا الجامعة يعني طول الشتة فيه جامعة ناس شغالة وموظفين بيروحوا واسادزا ودكاترا ومدرسين مساعدين ومعيدين وما الى ذلك حلو الصورة في رأيي اكبر واوقع واعمق من كده بكتير الريس يضع ختما لايه مش لحكاية جديدة الى انه هذه المدينة ليست فقط مدينة مصيفية ليست هي مقرا صيفيا للحكومة او للدولة دي مدينة مدينة الريس بيقول للناس اتفضلوا روحوا عيشوا فيها طول السنة طول السنة هتلاقي شغل طول السنة هتلاقي حركة تجارية طول السنة تصنيع طول السنة زراعة فكر معايا بالراحة انت عارف انه جنوب العالمين دي جنوبها مباشرة هو ما نطلق عليه الدلتة الجديدة اللي هي اكتر من اتنين مليون فدان ده هنا اختصاط زراعي بالكامل مش بس زراعة ده زراعة وتصنيعة طب لما تبدأ يوسف ما احنا بدأنا ده انا رحت شفت بعيني بقى وازن صورنا ده وعرضنا على حضراتكو ارجع بزهنك لما رحت مستقبل مصر الزراعي وكل اللي انت شفته تعد لبنات استقبال الريس للزعم العرب في العالمين هو مش مجرد خاتم للجودة هي البداية بتاعت عيشوا في العالمين اللي هيقولك العالمين بتاعت الاغنية مش فيهم حاجة خالص خالص العالمين هي مدينة مدينة لكل فئة المجتمع مدينة للعمال والموظفين والناس اللي عندها فلوس اكتر شوية فاكتر 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 وصولا للناس الاغنية طيب انا مش هقدر اكلمك على حجم المبيعات لغير المصريين في العالمين ليه مش هقدر عشان اللهم لحسد خمسة وخميسة فعين اللي ما يصلي عن النبي وانا بكلمك بجد بجد عارف ليه بص يا باشا هو الاخ الخواجة الاجنبي ابو شعر صفر وعنين زرق ده سيبك من احنا واخوتنا العرب ماشي يا عام الاجنبي عايزي يعني علشان يجي يشتري في مصر عايزي عايز كومباوند لا اهو مش عايز كومباوند ولا حاجة عايز قرية صاحية مغلقة لا اهو مش عايز القرية الصاحية المغلقة لدي حياته ولا نمط تفكيره عايز مدينة صح ولا أنا غلطان يعني اي حد فينا ربنا كده ساعده وبهبشه بارشين وطلع سافر اوروبا وامريكا هو انت شفت هناك كومباوند شفت حاجة اسمها تطوير في حاجة اسمها التطوير يقولك ايه هذه المنطقة تقوم بتطويرها شركة كذا مش عارف ايه برادرز مثلا يعني لكن لا فيها بوابة وامن واقف وحضرتك داخل فين وبتاق فيش حاجة هي مكان اشتروه عملوا فيه نسق معماري ما وتنظيم من ما وتنظيم لشكل البنى المعماري مساحات المباني مساحات الخضرة الاخ 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 وهنا هنعمل مش عارف نادي للأطفال وهنا هيبقى فيه حضانة هنا يبقى فيه ان شاء الله المدرسة الجديدة الى اخره بس كده لكن فيه اطار المدينة وليست جتهات مغلقة فالجماعة الاجانب دول الشعرون مصفروا عنهم ملونة اياهم دول عايزين مدن فجي الرئيس بنى مدن وجه الدولة ابن مدن ابن مدن مش بس علشان الاجانب ييجوا ابن مدن لانه هو عاوز مجتمع صحي مجتمع سليم مجتمع لا فرق بين حد فيه واخر حلو حد فيه دي بين بني ادم وبني ادم غير بقيمة العمل والاخلاق بس مش مين غني ومين مش غني خالص احنا كلنا عايشين في نفس المدينة عشان كده حضرتك لما بتروح العالمين وتيجي تتمشى على كورنيش العالمين بتلاقي كل الناس حواليك كل الناس عادي زي زمان واحنا صغيرين اما كنا نتمشى على كورنيش اسكندري عادي كورنيش راس البر عادي طبيعي كورنيش النيل هنا عندنا كل الناس طبيعي بلد عادية زمان قبل ما يخترعوا لنا قصة الكمباونز والطبقات اللي بتحصل ومين احسن من مين عشان عندهم فلوس اكتر وعندهم عربيات اغلى وعندهم العالمين مش كده مثلا هي دي مش الابراجة هي اللي قدام حضرتك دي دي عمرات دي عمرات بيسموها عمرات الحي اللاتيني انا شاطر صاح اهو حدش قال لي عليها دي انت واخد بالك الابراج فين في الاخير بتاعت المشهد بتاعنا اللي احنا بنصوره اللي على البحر هناك اهو كنت قولك عني اللي على البحر هناك اهو طيب انت خدت بالك ان احنا عدينا البحر وعدينا طرق ومش عارف ايه وحاجات زي كده وصولا الى ايه ده ميدان جوه المدينة بالمناسبة وبعدين انت لو جيت نحيتي يسبك انه في الوقت العمق بتاعها قاعد عمال بيقرب يعني الكاميرا قاعد عمالة بتقرب وصولا طب هو الجاء مثلا هو انت تفاكر ان الجامعة ده معمولة عشان المصيف والكنيسة معمولة عشان المصيف طب هو الجامعة وكنيسة معمولة عشان الاغنية والفقر اطلق دي عمرات بيوت هتجي تقولي بس دي شكلها شياكة او يا يوسف اقولك ثانية واحدة بس وهو انت عاوز الفقر هيجوا في بيوت وحشة ليه يعني احنا لما روحنا ما سفيرو ما كان بيوتش يك وهي هي نفس الابراج الاستثماري وهي هي نفس الابراج الاجتماعي دول سكنين ودول سكنين او دول هيسكنوا ودول هيسكنوا في نفس الابراج بنفس الخدمات في نفس الحتة على رأيي فقاعد المهان صلى الله يرحمه اه دي ده جزء من الشكل التراسي كمان خد بالك انه برضو انا عجبني قوي التصور بتاع اللي عاوز يشوف نطحات السحاب ويعود فيها ويستمتع بيها ويسكن فيها ويدفع فيها فلوس حلوة اه فيش مشكلة تفضل اللي انا بقى زي حالات انا انا حب البيوت اللي شكلها كده اللي هي شبه اسكندرية بتاعت زمان وشرع فؤد والنبي دانيال وما الى ذلك اللي هي شبه مصر بتاع او القاهرة بتاعت زمان اللي احب نسميها القاهرة الخدوية بس 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 الحتة دي المصرح الروماني ده عد دي بالحقتهاش تاني العالمين فيها كل ما تريده بل وتشتهيه اي نفس انسانية طبيعية الحياة المتكاملة يعني يبقى فيها البيوت والمدارس والجامعات والشركات والمصانع والمتاجر اي لخ اي لخ اي لخ بيوتها هي هي دي الابرج؟ لا دي بناس بيوت خلق الله ده مش الابرجة هو خالص عشان يقول لك ايه ابراج يا عم الابرج حلوة بس العالمين مش بس ابراج العالمين فيها كل حاجة تقريبا ما يقترب من تسعة واربعين الف فدان حضرتك عارف الفدان مساحته قدي اربعة تلاف ومتين متر اضرب اربعة تلاف ومتين متر في تسعة واربعين الف هتعرف الحجم بتاع هذه المدينة قد ايه؟ مدينة اتعاملت من الصفر اتخططت من الصفر حتة فضية الدولة رح تجاية يلا نعمل هنا مدينة طيب هل هي بص المنظر عارف انت عفتاح الاسرة كان يقولك اخرابي ده تحية مصر الف 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 مرة الف الف مرة بص الصورة من فوق عاملة ازاي تاني كل ده لكل المصريين يعني مفيش حاجة في اللي انت شايفه قدامك بتاع طبقة لا بحر ربنا لخلق ربنا رملة البيضة بتاعة ربنا لخلق ربنا السحل الشمالي اللي ربنا اده للمصريين رايح لكل المصريين دي العالمين الجديدة دي فلسفة الجمهورية الجديدة هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام اشتركوا في القناة حلمت ديتو فكنا ربنا من تاريخي معنا أكيد يوم وليوم وصدعين هم بكرة وعشانهم بنبني مستقبل جديد